التعثر والفشل واجهان اتفاق الحديدة بعد عام من تفاهمات سوكهولم في لقاء له مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أبهجيت جوها في عدن طالب رئيس الوزراء معين عبد الملك بإدانة صريحة وواضحة للتصعيد والخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومستشفى أطباء بلا حدود في المخا رئيس الوزراء أكد مجددا ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية مجمل اللقاء استغرق في الوقوف على المعوقات التي تواجهها البعثة الأممية جراء استمرار تعنت ميليشيا الحوثي وعدم تقيودها بتنفيذ اتفاق سوكهولم وخروقاتها المتكررة للهدنة وهو ما اعتبره رئيس الوزراء دليل عدم جدية الحوثيين في المضي نحو تحقيق السلام وتحدي للجهود الأممية والدولية على المستوى الميداني لا أثر يذكر الاتفاق الحديدة في ظل الزيادة الكبيرة في وطيرة الخروقات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والتي تطورت في الأونة الأخيرة إلى قصف بالصواريخ الباليستية والطيارة المسير المصادر المحلية تفيد بأن التصعيد يترافق مع محاولة حوتية حثيثة للزحف على طول خط إمداد القوات الموالية للحكومة خصوصا في حيس والتحيط والجاح والهدف تقطع أوصال هذه القوات وقطع خطوط إمداداتها وإرباك حركتها فعلى مدى الشهرين الماضيين زاد عدد مسلحي الميليشيا في الحديدة ومعظمهم من الأطفال الذين يزجوا بهم في خطوط التماس وتضاعفت في الآن ذاته أعداد مسلحيها في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ووفقا لمصادر ميدانية متطابقة أدخل الحثيون إلى مديرية الزيدية في شمال مدينة الحديدة أسلحة ثقيلة تضم دبابات وعربات بي ام بي وشاحنات وصواريخ كاتيوشا ومدافع تجرها عربات ترافقها سيارات قتالية تقل مقاتلين وأخرى تحمل الأسلحة والدخائر وهدفها المعلن استعادة ما فقدته من مواقع في الساحل الغربي بما في ذلك من ألمخى هدف تواجهه القوات المدعومة من التحالف والمعروفة بالقوات المشتركة باستعدادات قتالية ومواجهات متواصلة مع المتمردين تسببت في سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح سلوك يكرس مشهد العنف ويدفع باتجاه الاستمرار في تعزيز المكاسب الميدانية وإسقاط ما تبقى من مفعول لاتفاق الحديدة ترجمة نانسي قنقر